موسيقى اهلا بكم مشاهدينا الى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها اهم وابرز ما تقوله الصحف العربية ومواقع الاخبار المحلية والبداية من التساؤل الذي اورده موقع يمن مونيتر حيث قال الموقع هل تتجه اليمن الى قوات حفظ سلام خليجية وعربية؟ وقال الموقع ان صحفا جزائرية وبريطانية اكدت ان قوات التحالف العربي تذهب نحو انشاء قوات حفظ سلام دولية في اليمن ووجهت عددا من الرسائل لدول عربية عديدة من اجل انهاء الحرب التي تعصف بالبلاد ونشرت صحف جزائرية الى جانب موقع بريطاني ان المملكة العربية السعودية وقطر طلبتا من الجزائر المشاركة ضمن قوات حفظ السلام في اليمن وقال ميداليستاي في نسخته الفرنسية وتابعه موقع يمن مونيتر نقلا عن دبلوماسي جزائري ان اللقاءات التي عقدت في الجزائر يومي الى احد والاثنين بين رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة السعودية ورئيس اركان القوات المسلحة القطرية ورئيس الاركان الجزائري كانت لبحث قوات حفظ السلام في اليمن ودعوة الجزائر للمشاركة يتابع الموقع الدفاع الجزائرية وعدت بالنظر في الطلب المقدم من الدوحة والرياض والرد عليه حسب المصدر الدبلوماسي في تقريره عن خلفيات هجوم الانقلابيين على ولد الشيخ يقول موقع الموقع بوست ان الهجوم جاء عقب اقتراح ولد الشيخ لهدنة الاثنتين وسبعين ساعة تمهيدا لاستئناف مشاورات السلام وابدى الانقلابيون امتعاضهم من ذلك متهمين المبعوث الاممي بالتحايل على مشروع القرار البريطاني الذي نص على وقف فوري وغير مشروط لاطلاق النار واستئناف العملية السياسية وفسر محللون هجوم حزب المؤتمر جناح المخلوع صالح بانه تأكيد على رفضهم الدائم للمبعوثين الامميين حيث سبق انهاجموا جمال بن عمر وطالبوا بتغييره وهي مواقف تؤكد ان الحزب يحاول الظهور على انه حزب قوي يحق له ان يطالب بما يريد حتى تغيير المبعوثين واكدوا للموقع بوست ان عدم لقاء ولد الشيخ برئيس ما يسمى المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد هو ما اثار غضب المؤتمرين الذين يرون ان المجلس السياسي يخصهم فهم يبحثون عن شرعية للتفاوض ولا يريدونها حكرا على الحثيين لان اللجنة الثورية حصرية للاخرين في محاولة للخروج بمكاسب اليمن والكوليرا في زمن الحرب تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن الراشد مقاله المنشور في صحيفة الشرق الاوسط وقال الكاتب في اجزاء من المقال الانذارات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية بظهور حالات من مرض الكوليرا لا نستطيع التجاهلها او التقليل من خطرها فاليمن يعيش اسوأ ازمة من نصف قرن الوضع في اليمن سابقا كان سيئا والوضع اليوم كارثي وبسقوط العاصمة صنعاء واستيلاء الميليشية عليها سقطت الدولة ولم يعد يوجد هناك نظام اداري يمكن الاعتماد عليه من قبل المنظمات الدولية وذلك للاطلاع عن الاحوال الانسانية وإيصال المساعدات الغدائية والطبية رصد ظهور حالات من الكوليرا يفرض تحركا جماعيا لوقف المرض حتى لا يصبح وباء يهدد سلامة ملايين السكان وينتشر بشكل ستعجز المنظمات الدولية عن مواجهته لاحقا ظهور حالات اصابة بمرض الكوليرا وغيره من الامراض الخطيرة هو نتيجة للظروف اللا انسانية التي يعيشها الانسان اليمني في ظل الحرب القائمة وقبلها بسبب القصور في الخدمات الطبية والخدمات السيئة في عهد حكم الرئيس السابق علي عبدالل صالح الذي امضى نحو اربعة عقود من الحكم ولم يطور بنية تحتية للبلاد في عهده عاش اليمن على مساعدات الحكومات وعلى اريحية المنظمات المختلفة التي تزور سنويا لتقديم اللقاحات والمستشفيات المتنقلة حظ اليمنيون العاثر انهم تخلصوا من نظام قديم جائر ووقعوا في براثن ميليشيات بلا رحمة وكل هذه الحرب العبثية كان يمكن تفاديها لو قبلوا بالنظام السياسي التي وضعت قواعده الامم المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وكان يعطي الجميع حق المشاركة في الحكم لكن بكل اسف نجح الرئيس المخلوع في تخريب النظام الجديد حتى يمنع احدا بعده من ان يحكم وشاركه الحوثيون طمعا منهم في مقاسمته السلطة رغم هذا كله لا خيار لنا وللعالم اجمع سوى العمل معا من اجل وقف المأساة بتأمين المساعدات للملايين من اليمنيين الذين يتهددهم الجوع والمرض موقع المصدر اونلاين عنوان في صفحته الرئيسية الحوثيون يوجهون ببيع الفي طن من المازوت المخصص لتشغيل محطة كهرباء الحديدة وكشفت الوثيقة التي حصل عليها المصدر اونلاين عن بيع كمية من المازوت الخاص بتشغيل محطة توليد التيار الكهربائي في مدينة الحديدة الساحلية ووجهت الوثيقة المدير التنفيذي لشركة صافر بإصلاح الباخرة المتواجدة بميناء رأس عيسى على وجه السرعة لتفرغ الفي طن مازوت من الناقلة التي وصلت لميناء الحديدة وطلبت الوثيقة الشركة بتصدير الكمية وبيعها في الأسواق ومن المرجح أن تباع تلك الشحنة في السوق السوداء مع الأزمة الحالية التي تضرب المدن اليمنية والمتمثلة في انعدام الوقود وبحسب الوثيقة فإن الناقلة تحمل خمسة آلاف طن من المازوت ومخصصة لمحطة الكهرباء في رأس كثيب والتي تمد المدينة بالتيار الكهربائي المتقطع علق موقع عدن تايم حول الأوضاع المعيشية في صنعاء وعنون أزمة وقود في صنعاء والميليشيا تنعش السوق السوداء وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي والصالح في صنعاء أوقفت توزيع المشتقات النفطية في محطات البيع ووجهوا معظم الكميات المتوفرة إلى السوق السوداء التي تديرها عناصر تابعة لها وقد أكد شهود عيان أن أزمة حادة في الوقود أطلت برأسها مجددا في صنعاء منذ مساء الثلاثاء حيث عادت الطوابير إلى أمام محطات الوقود التابعة لشركة النفط الحكومية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإنقلابية المحدودة العدد في مدينة صنعاء اليمن صور الحرب والمجاعة تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في العرب الجديد وقالت الكاتبة قد تنتهي الحروب وتنسى لكن صورها تبقى حية لا تموت تذكرنا بالفضاعات التي ارتكبها الجلاد تتنوع صور حرب اليمن لتشكل بانوراما فريدة من نوعها من صور القتل الإقليمي الصديق التي تختزلها مشاهد الجثث المحترقة بغارات التحالف العربي وصور القتل الأهلي بقذائف ميليشيات الحثي وقوات علي عبدالله صالح وصور الإغتيالات والإعدامات خارج القانون التي تقوم بها الجماعات المسلحة وأخيرا صور المجاعة لكن بسبب الاهتمام بسياقات الصراع نفسه يتم تغييب دلالة صور الحرب في اليمن لتصبح محطا للتحيزات السياسية لأطراف الصراع وجمهورها وجزءا من المعارك الإعلامية بين أطرافها أو يتم تجاهلها تماما إذا ما كانت تدين الحرب بشكل عام ولا تخدم أطرافها ربما لهذه الأسباب تظل صور الحرب في اليمن غير الاستخدام المحلي لا أكثر وتستهلك في هذا الحيز ثم تنسى مع الوقت ولا تصل إلى القنوات الخارجية بحيث تشكل ضغطا على الرأي العام العالمي وتدفعه إلى إيقاف عبثيتها صورة طفل المجاعة للطفل اليمن سالم التي تداولتها الوسائل الإعلامية العالمية قبل أسابيع لم تكن إلا كسرا لرتابة تغطية الخارج الحرب الدائرة في اليمن العالم الذي لا يزال يتعاطى مع الحرب في اليمن باعتبارها قضية سياسية ولا يبالي باتداعياتها على اليمنيين على الرغم من صدور تقارير دولية عديدة لمنظمات الصحة والغذاء والطفولة حذرت فيها من تدهول الأوضاع الإنسانية جراء استمرار الحرب وأعلنت أن اليمنيين على شفى مجاعة وشيكة اختزلت صورة سالم الحظيظ الإنساني الذي يعيشه اليمنيون ووثقت لمجاعة لم تعد مجرد تهويل إعلامي بل صارت واقعا يعيشه أكثر من مليوني طفل يمني موقع المشاهد أورد عددا من العنوين أبرزها السينما في مواجهة الحرب في اليمن وقال الموقع أيقظة الناشطة والشاعر اليمنية سماح الشغدري روح السينما في اليمن بعد سبات دام لأكثر من عقدين وجاءت مبادرة سينما صوت النوعية التي أطلقتها الناشطة كمبادرة اجتماعية هادفة إلى إعلاء صوت إيقاف الحرب وتعزيز ثقافة السلام والتعايش ومثلت العروض السينمائية الأسبوعية التي دشنتها سينما صوت في صنعاء والتي لا تزال مستمرة صوتا قويا في مواجهة الحرب ووجدت حراكا وتفاعلا جماهيريا منقطع النظير في اليمن وفي حديث مع موقع المشاهد قالت سماح الشغدري إن فكرة استخدام السينما كآدات للتوعية بالسلام ورفض الحرب انبثقت نتيجة الأوضاع التي تعيشها اليمن من انقسام وصراعات وعدم تجاوب من الأطراف لصوت السلام والعقل وقالت سماح إنه يتم اختيار الأفلام التي تدعو للتعايش والسلام وتعرض مساوي النزاعات المسلحة وآثار الحرب السلبية على النساء والأطفال وأفلام أخرى تتناول الدكتاتوريات ودورها في قمع الحريات والاعتقالات والإخفاءات القسرية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لنطالع أهم ما تناقلته الصحف العربية في الشأن اليمني ابقوا معنا نعود الترحيب بكم مشاهدين الكرام والبداية من الصحيفة الجزائرية التي أثارت بالأمس قضية إرسال قوات حفظ سلام دولية إلى اليمن حيث عنونت صحيفة الشروق الجزائرية اليوم السعودية لم تطلب من الجزائر المشاركة في قوات حفظ السلام باليمن تقول الصحيفة إن المتحدث العسكري باسم التحالف العربي في اليمن اللواء الركن أحمد العسيري نفى ما تداولته وسائل إعلام عن تلقي الجزائر طلبا من السعودية للمشاركة في قوة حفظ السلام في اليمن ووفقا للصحيفة فقد جاء تصريح العسيري ردا على ما نشر حول تلقي الجزائر طلبا من السعودية وقطر للمشاركة في قوة لحفظ السلام في اليمن ونقلت المواقع عن مصدر دبلوماسي جزائري قوله إن قائدين عسكريين كبيرين من السعودية وقطر زارا مؤخرا الجزائر بغرض عرض هذا الطلب الذي قبل بالرفض من قبل الجزائر الأمر الذي نفاه العسيري جملة وتفصيلة تتابع الصحيفة الجزائرية معلوم أن الجزائر رفضت سابقا المشاركة مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش في سوريا والعراق كما نأت بنفسها عما سمي بالتحالف العربي للتدخل في اليمن صحيفة الخليج عنوانات هجوم على ناقلة غاز قرب مضيق باب المندب قال مسؤولون بقطاعي الأمن والشحن إن مجهولين هاجموا ناقلة غاز قبالة سواحل اليمن قرب مضيق باب المندب ووقع الحادث وهو الأول على سفينة تجارية منذ يوليو بعد هجوم بالصواريخ استهدف في الأيام الماضية سفونا تابعة للبحرية الأمريكية وقالت مجموعة تيكاي للشحن إن ناقلتها للغاز الطبيعي المسال غاليسيا سبيريت واجهت هجوما لقراصنا على ما يبدو وهي قبالة سواحل اليمن وقالت الشركة لم يتمكن أي طرف ثالث من اعتلاء ظهر السفينة خلال الحادث وكل أفراد الطاقم بخير ورفقت سفينة حربية من جيبوتي الناقلة خلال خروجها من المنطقة كإجراء احترازي وقد غادرت المنطقة شديدة الخطورة دون أي مشاكل صحيفة الاتحاد الإماراتية قالت في إحدى صفحاتها قلق دولي من تزايد معدلات الجوع في اليمن تنقل الصحيفة عن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة قلقه المتزايد إزاء تدهور وضع الأمن الغذائي وتزايد معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها وذكر برنامج الأغذية العالمي في تقرير أنه تم في محافظة الحديدة تسجيل معدلات مرتفعة لإصابة بسوء التغذية الحاد لدى الأطفال دون سن الخامسة بلغت 31% أي أكثر من ضعف حد حالة الطوارئ الذي يبلغ 15% وقال مهند هادي المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي يزداد الجوع كل يوم وقد استنفذ الناس كل ما لديهم من استراتيجيات للبقاء وهناك الملايين من الناس لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة دون الحصول على مساعدات خارجية نحو مزيد من الفوضى غير الخلاقة تحت هذا العنوان كتب ياسر الزعاتر بقاله المنشور في صحيفة العرب وقال الكاتب في أجزاء من المقال العالم اليوم يعيش مرحلة من الفوضى التي يمكن تسميتها بالتعددية القطبية لكن أوزان القوى لم تستقر فيما بعد وكل ضرف يحاول احتلال ما يستطيع من النفوذ ناس هي ماروسيا التي تتلبس قائدها بوتين عقد استعادة الوضع الذي كان يحتله الاتحاد السوفيتي سابقا فيما تجد الصين في الارتباك الأمريكي فرصة لتوسيع نفوذها بما في ذلك نشر قواعد عسكرية الحال أن جوهر الفوضى الراهن في المنطقة هنا لا يتعلق ابتداء بوجود تنظيم الدولة وطموحاته الحالمة التي أخذت ترتطم بالجدار المسدود بل أولا وقبل كل شيء في طموحات إيران وهي ذاتها التي مرحت التنظيم فرصة التمدد هو الذي كان في حالة انحسار وهي الذاتها التي منحت التنظيم فرصة التمدد هو الذي كان في حالة انحسار لافتا قبل الربيع العربي وقبل وصوله لسوريا تحديدا كان التنظيم بلا سيطرة مكانية في العراق حيث دعمت إيران طائفية المالكي الأمر الذي أعاد للتنظيم دوره عبر عودة الحاضنة الشعبية وحين تفاقم الوضع السوري تمدد التنظيم إلى هناك وهو ما وجدت فيه إيران فرصة لوصم الثورة بالإرهاب من دون أن تكلف نفسها عناء التفكير في التبعات ثم ذهبت أبعد في مغامرتها الإقليمية بدفع الحوثيين إلى السيطرة على اليمن الأمر الذي ردت عليه السعودية بعاصفة الحزم والنتيجة هي دمار على كل صعيد في البلد وتصعيد للنبرة الطائفية على نحو هستيري في المنطقة برمتها اليوم لا نعثر على تدمير شامل للعراق وسوريا واليمن وحسب بل على معركة بلا أفق أيضا إذ أنها لن تضع أوزارها من دون أن تتواضع إيران في طموحاتها وتقبل بتسوية متوازنة وهو ما لم يظهر ملامحه بعد مع أنها الأكثر نزقا في وقت ينتظر شعبها عوائد الاتفاق النووي ولا تسأل عن العراق الذي يتحول فريق واسع من شيعته إلى الهتاف ضدها بدل تأييدها صحيفة العرب الجديد عنوانت في إحدى صفحاتها الداخلية الإعلام يستعيد عافيته في حضر موت تقول صحيفة العرب الجديد أن محافظة حضر موت تشهد طفرة في المجال الإعلامي منذ تحريرها من قفضة تنظيم القاعدة معلنة نهاية حقبة زمنية ساد خلالها الاحتكار الإعلامي لصالح الإعلام الرسمي غير المؤثر والمقيد بسياسات وتوجهات الدولة وعلى خلاف العام الماضي وعلى خلاف العام الذي حكم خلاله تنظيم القاعدة مدينة المكلة والذي شهد انحسارا إعلاميا وتعطلت خلاله مؤسسات إعلامية كإذاعة المكلة الحكومية ومؤسسة باكثير للصحافة والنشر ازدهر الوسط الإعلامي أخيرا بإنشاء جملة من المواقع الإخبارية والإذاعات المحلية وتوسيع بث إذاعات كانت قائمة تتابع صحيفة العربي بالقول إن هناك رجال أعمال يعتزمون إطلاق ثلاثة إذاعات متنوعة قريبة إلى جوار إذاعة نمى لتشعل أجواء التنافس بين الإذاعات حديثة التأسيس صحيفة القدس العربي قالت في أحد عنوينها عن واحدة من أكثر الشخصيات المشهورة عالميا وعنونة الصحيفة اعتقال الأفغانية صاحبة صورة ناشنال جيوغرافيك الشهيرة بتهمة التزوير وذكر مسؤولنا أن الفتاة الأفغانية شربات قولا ذات العينين الخضرويين الحزينتين التي ظهرت صورتها على غلاف مجلة ناشنال جيوغرافيك في عام 1985 وأصبحت من أشهر الصور المتميزة حول العالم اعتقلت في فاكستان للتزوير وقال رجل الشرطة طاهر خان إن الفتاة التي حصلت صورتها المتميزة على لقب موناليزة الحرب الأفغانية اعتقلت في منزلها في مدينة بشاور شمال غربي باكستان وأضف خان أن الفتاة تهمت بالحصول على هوية باكستانية بتزوير وثائق على نحو المزعوم وسوف تواجه السجن لما يصل إلى سبع سنوات في حال تثبت إدانتها قطعوا الآلاف الكيلومترات تاركين بلدانا شبه مدمرة وأوطانا لا أثر لها إلا في ذاكرتهم ثم اجتمعوا على مقربة من مدينة اسمها كاليه في فرنسا قبل أن يقرر البلد المضيف أن يفرق هذا المخيم وأن تعيد إلى سكانه ذكر الهروب والتشرد من جديد جولة مصورة في مخيم كاليل اللاجئين الذي تم إلغاؤه تماما الصور وردت في صحيفة الشرق الأوسط لنتابع اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر